اشتركوا في القناة مصنوعة من المسامير والأسلاك وحصل على جائزة أكبر لوحة في موسوعة جينيس مرحبا علي راوي نورتنا شكرا مني شلونك الحمد لله بخير كيف أنت تحولت من شخص جدا حزين إلى شخص صاحب محتوى رائع جدا وحصلت على جائزة أيضا هذا كله بصراحة بفضل الرسم يعني لأنني من وصلت مرحلة تليأس كانت دائما كانت صف سادس عدادي فدائما أرسم على الرحلة وأرسم بالأوراق عليت صديقي ما أعرف شنو ما أنتبه للدرس وهذا الشي يعني مو صحيح طبعا بس الحمد لله فضل الرسم يعني لقيت نفسي وعدت سنة بالسادس بسبب الرسم يعني فعني الرسم هو أنقذني وغير حياتي من كل شي طبعا هي المواهب دائما تطلع الأشياء المكبوتة عندنا سواء كان عندنا قلق أو توتر أو أصلا حالات يعني تخص الانتحار الشي الحلو أنه أنت اعترفت أنه تغيرت من خلال الرسم عندك مواهب أخرى؟ أي طبعا أنا أغني وأكتب وهوايات عندي ثانية مثلا أحب فنون القتال لاعب فنون القتال مواي تاي وبنفس الوقت أحب الترحال بالدراجات الكلاسيك أنا هم عندي دراجة كلاسيك وأسافر محافظات بيها حلو بالدراجة؟ بالدراجة زين شنو أقرب موهبة لقلبك؟ الرسم أكيد بدون أي تفكير طيب المواهبة الثانية؟ مواي تاي طيب احتينا عن اللوحة كد استغرقت وقت وليش سويت أكبر لوحة؟ شنو شوان يعني رسالة من عندها؟ شوف بصراحة هني بلشت أرسم بالمسامر والخيوط بالالفين وستاش فكلها عبارة عن تجارب كانت حتى أطور نفسي لأن ما كان أكو حد يعلمني أو يقول لي هي شيء تسوي أو على اليوتيوب أو مثلا جوجل وغيرها ماكو أي معلومات فبلشت وحدي بالمسامر والخيوط إلى أن وصلت مرحلة يعني قمت أرسم واقعي ألوان بالمسامر والخيوط فردت يعني أنه أتحدى نفسي بفتشي فقلت ماكو غير قنس وقعدت وخططت للموضوع يعني تخطيط للموضوع يعني طول عندي هم فترة كلش طويلة ما يقارب السنة بس إنه شون أسوي اللوحة شنو المواد شنو قنس شنو أدخل قنس لأن كل شي ماكو بالنت كل شي ماكو يعني ما حد علمك؟ بالمسامر والخيوط أبد ما حد علمني له جرة خيط وحدي حلو موهبة بس بالرصاص لا علمني عامر الجازع يعني شاني يوجهني سويهيش سويهيش بس كمسامر والخيوط ما حد إلى فضل علي أبد طيب شنو الجاي في موسوعة بس أنا سماعت يعني أنت مسوي في التيشرت أي أحتينا شوية عن معلومة حصرية لقناتها مرة أشوف يعني الباحة أطلقت هاي الحملة لحد الآن أو هي سلسلة لحد الآن يعني ما حد يعرف شنو سلسلة تغلى تيشيرت بالعالم هي سلسلة أنا سويتها التيشيرت هذا أنا أشتغل بي تمام صار إفنت في دبي وان بليون فلاورز يتصنع محتوى من كل العالم فأنا قلت هاي فرصة أنه أسوي سلسلة من هذا الحدث أخذت ملابس الشغل المالتي اللي هي كلها ألوان وهاي ورحت بيها للإيفينت نفسه فالناس كلها مصدوم وشنو ملابس كلها ألوان وملطخة وهاي فيعدهم فضول يعرفون منه هذا اللي جاي هيك فيحشون إياي غيرها هيك أتعرف عليهم إذا كلش مشهور وشخصية معروفة وهاي أطلب منه يوقع لي على التيشيرت حالو فأنا إذا أجمع تواقع على التيشيرت حتى يكون يصير أغلى تيشيرت بالعالم حالو ويدخل قنس كأغلى تيشيرت بالعالم لشخص موجود وعايش بالحياة لأنه حاليا أغلى تيشيرت بالعالم على ما أعتقد هو تيشيرت مارادونا واو زين فأنا إذا أسوي هذا الرقم القياسي لأنه سلسلة خيرية مستقبلا راح أتغير حياته واي عوائل بالعراق وراح المبلغ اللي راح ينباع بهذا التيشيرت بالمزاد راح يروح ولا دينار من نائلية راح يروح كل مساعدات لأشخاص يعني إحنا كاتبين خطة كاملة حلو زين وأكو شخصيات راح ينصدمون من راح يشوفوهم ومقعين على التيشيرت يعني واحد منهم كريستيان واو اي خاش معلوم زين شفاعدة تيشيرت يعني ليش الفكرة تيشيرت ما عرف هي صارت يعني صدفة مو مخطط يعني أنا أصلا دا رتب بملابسي بالجنطة ويمي صديقي كان يقول لي أقولك أنت ليش ما تروح بملابس الشغل هاي مو أحلى أنت حاير شنو تلبس قلت لعي والله وأنا هناك كان خابرني قال لي سوهيش وهيش وهيش هذا صديقي عالي طبعا شون نقول العقل المدبر عيدي اليمنى بالأفكار وبهذه السؤال فهي نعم حلو زين من الطب إلى الرسم ليش تركت مهنة الطب هل كانت يعني مجبرة عليك عاد معدل أو أنه أهلك قلو لك مثلا أدخل للطب إنه دراسته عفت مع العلم هي مهنة كلش واو شون السبب لأخو بصراحة أنا بعدني يعني بمجال الطبي يعني أنا موظف صار لي خمس سنين بالصحة بس ما تحب أحد يطرق الموضوع ما أحب أحكي بي لأن ما عندي بي شي ما عندي نجاز ما عندي ما نقدم بي شي حتى أحكي عنه يعني هذا الفرق فقط إنه أنا بالمجال الطبي يعني أوكي ننقذ أرواح ناس وغيرها لو شنت بمستشفى بس أنا داوم بدائرة لأن أول ما طلعت عيني هو بالدائرة فما عندي بيها إنجاز يعني من نقعد أحكي يعني شنو إنجاز إنه أنا طلعت معدل 86 ودرست سنتي أني وصرت بالصحة مو إنجاز هذا ما تحب هذا المجال؟ والله بصراحة أنا أحب لأن المجال الآن بي هو ممكن أقدر أكمل بي هندسة أطراف صناعية وأقدر أصنع أطراف صناعية حلو بس أنا ما أحب حياة العيادة والمستشفى والبيت والعيادة والمستشفى والبيت لا أنا حق كل فترة أكون بمكان أشتغل كل فترة أكون بمكان أشتغل هي شي يعني ما أحب أعيش بنفس المكان بس قريبة يعني فكرة أنه الأطراف الصناعية قريبة للرسم هي فنية أصلا هي يعني شي فني يانحت وأقدر أسوي أشياء مصعرة وبالي هي تشي خطة يعني بس كان سلتها لأن شفت الشي اللي دا أسوي قريب لروحي أكثر طيب شو نتقسم وقتك أكوهوا يعني شباب يقول ما عدنا وقت نسوي فلان شي ما عدنا وقت نقرأ إنت سبع صنايع شو نتقسم وقتك وشو نتنصح الشباب بخصوص الوقت والله شوف بصراحة أنه أنا مو أقسم بجدول أو أنا أقعد أخطط من الساعة الفلانية للساعة الفلانية لازم أنا أسويها يعني مو إنسان مثالي وهاي الأمور لا مجرد أنا من أقعد الصباح شنو عندي اليوم عندي مثلا اليوم عندي بداية اليوم لقاء عندي اليوم أسوي لوحة عندي دا أشتغلها لازم أكملها وعندي كم شغلة تمام هذولي أنا لازم اليوم أخلصهم فقط لا أكثر ولا أقل أكتبهم بالملاحظات مال تليفون حتى ما أنسيه مو حتى أجدوا لهم أوكي زين فهو الإنسان فقط أنه بس يكتب أنه أنا اليوم لازم أسوي هيك وهيك وهيك خلص بشي يوما كمال صار عنده وقت بس إذا هو قاعد على التليفون كل شوي يقول هاني شردت أسوي والله نسيت ها أكيد أكيد راح يضيع ساعتين بس يدور على الشي اللي هو يريد يسوي صحيح طيب إما أنني كوش أحب الحيوانات عرفت أنت عندك قصة حزينة ويا جبنة أحكي شوي عن جبنة وليش يعني وشنو اختاريتها بشغلك هذا اسم شوفي جبنة بصراحة كانت كلش يعني هي موجرد حيوان كانت شخص من عائلتنا يعني طبعا يعني كانت كلش قريبة من عندي وهمت شنت أمر فترة كلش صعبة طلعتني هي منعدها بسبب تصرفاتها وشغلاتها يعني شنت أحتاجها حدويها فبعد ما ماتت يعني تشنت يعني فترة قليلة دا أشتغل على أسلوب جديد أسلوب يعني هو الستايل الشغل بالمسامير وخيوط موجود الفيلوغرافي موجود السترينغارت موجود البيتروس ستايل الفيلوغرافي هو يعتمد على مسامير محددة وجرات خيط محسوبة السترينغارت لا السترينغارت هو حر وين ما رد أدق البسمار وين ما رد أجر الخيط المهم يطلع عندي شكل مثال تمام والبيتروس ستايل هذا اللي يكون دائري هذا يعتمد على خوارزميات الكترونية تمام هذا اللي تلث ستايل الثاني سويت دمجة بين السترينغارت واسلوب البيتروس ستايل سويت اسلوب جديد خاص بي هذا السلوب سميته جبنة سترينغ تخليدا اللي روح يعني لبزون حتى مستقبلا يعني يبقى اسمها ويا يعني كانت الفكرة هي كانت موجودة من شدة تفكر بيها هو آني يعني طبعا لشين تشتغل على الموضوع وكانت تجارب بيها موجودة المكان هي ممكن كانت يبين يعني من ماتت يعني قلت خلاص حسمي باسمها يعني هي كبرت وتوفت لا لا والله يعني صار عندها مشاكل بالرحم وسونا لها عملية ويعني من العملية تحسنت ووراها رجعت الدهورة وبعد يعني من لا تاكل لا تشرب لها طيب قدرتت يعني ما تجيب مثلا حيوان ثاني بالبيت لأنه احنا المتعاوجين على الحيوان ما نقدر بدون حيوان جبت جبت وراها بزونة ثانية تبني طبعا هم اثنين هم تبني يعني ما احب اشتري البزونة أو تجارة يعني صراحة شوفها شي مو حلو وخاصة البزازين الشعارها طويل حلوة بس بالتربية كلش مزعجة صحير اي فأنا احب اتبني لأن حتى تكون البزازين هاي الشعارها قصيرة أو تكون مال شارع وغيرها كلش حنينة وذكية اي هاي الشعارها طويل تكون بس خاملة بس يتنام ويجو حلو ما لها خلق كل شي تسوي بس قاعدة وتسوي فأنا احبها لأن عدها روح عدها حنية ذكاء فجبت واحدة ثانية وها ماتينة يعني اختفت يعني اختفت على غفلة من البيت مع أنه هي أبد ولا يوم آتت خارج البيت شونو اسمها؟ كانت اسمها اينانا زينو بس ندلعها صاشمة وما جبت بعض غيرها؟ لا بعد ما قد اجتني عروض من وراها أنه أشكال الحيوانات خليها هدية مدرشين وهاي ما أقدر لأن أتعلق كلش بالحيوان ومني روحها أتأذى فما أقدر طيب أقدر رسالة توجيها لكل شخص يأذي حيوان شوفي دا اشتغل السر خلي أحرق الموضوع اللوحة اللي قلت اليوم دا اشتغل عليها هي رسالة على تعنيف الحيوانات بأسلوب كلش جديد محد ما اشتغل به بالعراق رح يكون موضوع وأسلوب صدمة يعني فتشي كلش قوي يعني موضوع تعنيف الحيوانات هو بصراحة مو شي طبيعي لأن اللي عنف حيوان هو مريض نفسي هذا ما بأي جدل لأنه هو حيوان يعني لم أذيني لم سوي لي شيء وعايش حالة من حالي يعني رب العالمين قال أنه أمم أمثالكم يعني هو هم يحسه هاي بس مجرد أنه ما ينطق يعني هو أنا ما يفتهمني وأنا ما أفتهمه هو هم يحكي يا جماعته زين فمريض نفسي مرات أحنا نفهم عليهم تاوي ويفتهمون علينا بالمشاعر صح بس كأن نطق مستحيل أي أكيد بالنطق لا بس مرات هالقدما يعني يكون تواصلنا قوي ويامهم يعني أنا أفتهمه مع تشبه ماتي تفتم علي حالو وعني أحس هتريد تحتي مرات فأعتقد الحيوان هو نعم رب العالمين طنياها حتى يمتص من عندنا شكق قهار وحزن حتى مرات يلهمك بأمور معينة طيب غير الحيوانة تروح على مكان ثاني طفولتك شلون كانت؟ طفولتي بصراحة أنا هسا قد يشوفوني طبعا الناس تشوفني أنا كلش هادة ومدرشينه بساني حرفيا مهيت يعني أنا كلش أحب الحياة وحرك وما أقعد أبد فمن شنت صغير شنت كلش كلش خبيث يعني بشكل مو طبيعي والله فأم كانت تقول إذا أنا أموت وأنجلط من وراء علي يعني لهذه الدرجة الله يساعدها بخاله فشنت يعني أبد معرفه بسبب أنه واحد عنده طاقة زيادة عن اللزوم أو مثلا طبيعي يعني بالضبط ماكو ماكو ماقعودي يعني إذا قاعد بمكاني لا مو مشاكل أخبث يعني مو أتعارك وهاي لا خباثة بس ماي ماي سارفة ندق الجرس وننهزم لا ندق الباب ماي سارفة الجرس غير شيء شوفي مرة لا هي مالجرس بس موقف حلو مرة ولد إحنا يوميا نطلع ندق الجرس فولد من الشلة قال اليوم أنا جايب لكم فكرة جديدة يا باشني قال نجيب تيب وننزق الجرس وننهزم يضل يدق مايسكن قلت لماشي هو شسوى ايجه يحطي دورا ظهره ويمشي عود يعني يبعوا يمنوا يسرع عود يعني يش اسمه دا يتحرى ومادر شنو وصل الجرس دق الجرس يلا قام يفتح بالتيب طب والبيت بزعان من عندنا ينتظرنا نجي يوميا بنفس الوقت شعر يطلع يشيله ميج ويفوت شبعة كتل احنا بس نسمع الصياح منطلع احنا شي يقول والله حتى جنتهم تكتب بي عندكم واقفة وعين توزقاك لا كارثة طفولتنا كانت حلوة بصراحة يعني رغم الخباثة بس احنا عشنا طفولة حقيقية يعني كاملة طيب من ومن عائلتك دعمك بهذا المجال هسة حاليا والله كلهم يعني من والدتي على والدي ان والدتي هي اصلا كانت رسامة فمن اتزوجت بعد التهت بأمور البيت وغيرها حالو يعني انت شي موروث عندك الرسم يعني عندي جدي كان استاذ فنية وعنده جوائز هماتين على مستوى الانبار بالحياكة والتطريز والرسم خوالتني ان عندي رسامين حالو يعني هو الموضوع وراثة بس انا اكتشفتها بعمر متأخر يعني بالعشرين سنة جيد اي انا عرفت انه انت عندك القاب هواي من شتى صغير من ضمنهم فاروق احتينا شنو قصة فاروق احنا من ان احنا زار كلنا عدنا القاب يعني خاصة فلقب فاروق بصراحة هو كان الله يرحمه رجال جيراننا شبه ربا يتعدهم واني طفل فكانوا يسموني فاروق رجل تهاني ليش لان هذا الشخص يعني كان هم ما يقعد يظل يفتر يظل كل يوم بمكان كل شوية بمكان يعني تشوفي مثلا بالسوق ترجعين للبيت ممكن تلقيه بالبيت قبلك واصل فهاي كانت احد الميزات اللي عندي انه انا ما اقعد ابدا فكانوا يلقبوني بالضبط بشكل فكانوا يلقبوني هذا اللغة طيب لقيت انتقادات بمسيرتك وشنو كان رتفعلك من الانتقادات اشوفي بصراحة الانتقادات انا ما حصلت وانتقادات خليكن صريح يعني انا شون نقول من اطرح فاتشي اطرح الطاقة حلوة حتى اللي يريد ينتقد راح ينتبه انه انا طرح الموضوع بطريقة لطيفة او طريقة يعني شون نقول احاول استهدف كل الاشخاص حتى اقلل من موضوع الانتقادات لان احنا مجتمع يحب الانتقاد بشكل فضيع يعني وهو بالانتقاد مالته يحكي شيء وبنفس الجملة تلقي ناقضه الانتقاد مالته ناقض نفسه اصلا انه يحكي 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 بالاخير يقول هو صح اني يعني ما اللي دخلوا يحياتي ازين انت اوكي هاي الجملة الاخيرة من قلتها امسح البابي من وقت الفراغ يساون هذا الشيء ما عندهم شيء فوقت فراغ ما يتفقلوا ما حصلت انتقاد كلش يعني قوي شان شغلات بسيطة الناس تحشي شخص يعني عطلان طابع الانترنت هيحكي لجملة ويطلع يعني هاي شغلات بسيطة مو فد انتقاد طيب اللي عرفت عنك انه انت شخص تتأثر بسرعة شوية دراما شنو الشخص اللي بحياتك اللي ما تقدر تسامحه شوفي هو مو دراما انما انا يعني شو نقول شفنا احنا عشنا طفولة يعني حروب وغيرها وغيرها ماتت قلوبنا بس من نتأثر بموضوع نقول الحمد لله انه احنا بعد اكو بداخلنا مشاعر اكو بداخلنا انسانية اكو بداخلنا فشي نقدر نتأثر به اما بالنسبة للشخص اللي مستحيل اسامحه هو الشخص اللي ينكر الجميل يعني انا الحمد لله شخص معطاء يعني انطي من نفسي من اذا شخص كانت اعرفه او ما اعرفه احب اساعد احب اقدم بس الشخص اللي ينكر الجميل بلحظة ويقدم مصلحته على مصلحتي او يستغلني هذا الشخص مستحيل اقدره مستحيل اسامحه مستحيل طيب وين الحب بحياتك والله الحب هو بكل مكان بالرسم بالحياة يعني بصراحة هذا السؤال تقليدي اي هو او جوابك تقليدي هو يعني بكل مكان الحب يعني انا مثلا احب موبايلي لان انا مثلا جايبة بتعب احب لوحتي لان ارسمها من الصفر اكيد يوم الايام يعني راح تكون عندي زوجة وراح احبها وغيرها يعني هاي الحب بكل مكان يعني النعرق اللي يكتب خواطر مببوط هو يكون يا اما موجوعك قلبه من علاقة حب فاشلة نعم او عنده في التجربة معينة مو شرط يعني يعني كتابي تركوازي هو خواطر النصوص منها عايشها بس الاغلباني ما عايشها الاغلباني متأثر بيها وسامعها اي بس الكاتب ما يكتب شي بما انني كاتبة الكاتب ما يكتب شي اللي يكون جدا يتأثر بيها مضبوط مضبوط يعني يعني مثلا عندي صديقي صار وياه موقف شفته شون تأثر بي وغيرها واني ان هو صديقي عشت هاي الحالة وياه فاكتب عنها مثلا عندي فيلم شفته صار بي موقف اكتب عنه مسلسل اكتب عنه يعني هو مجرد الكتاب مالتي تران مو كاتب كاتب يعني من كاتب هاي الخواطر والنصوص وطبعتها مجرد توثيق حتى تبقى يعني مو لان انا كاتب او اطلع اقول انا كاتب انا مو كاتب انا مجرد شخص اتأثر بكم شغلة ووثقها وبس طيب ليش اختارت تركوازي يعني بما انو انا احب اصلا التركواز انا انتر نشر اسمه تركواز مالسي انا احب لون تركوازي فاختارت هذا الشي ات ليش اختارت تركوازي شون السبب؟ بصراحة هو لوني المفضل تركوازي ورادة وقال لولي يسمي تركواز شينو تركوازي قلت لهم تركوازك وهوايا اسم تركواز بس تركوازي كلمة عامية يعني هي مو فصحة فمن نسمي تركوازي راح يكون فتشي اللي يقرأ اللي يشوفه راح يصير عندها فضول يريد يقرأ هاي شغلة شغلة ثانية معنى اللون تركوازي بالفن هو ارتباط العقل بالعاطفة صح زين بعد ما كتبت تركوازي شنو احساسك ما يجي واحده وقال لك انا قرأت الكتاب هذا الاحساس البعد لانجاز شنو تعتبره والله شوفه بصراحة هو انا ما ما اعتبره فاد انجاز لان قتلت هو توثيق لبعض الخواطر والنصوص اللي انا كاتبها بس هو شعور حلو ان واحد يجي مثلا يقول لي اريدك توقع لي الكتاب او انا قرأت كتابك وعجبني كان فتشي بي لمسروحي او مثل قصة انا عايشها لان هو متنوع يعني تقريبا يحتي عن كل قصة شخص مار بيه حلو زي ممكن نشوف كتاب ثاني اليك لو خلاص لا ما اعتقد اه لا ما اعتقد تصريح منك هذا يعني اذا مستقبلا ممكن اسوي رواية بس مو هسا يعني جزء من المستقبل البعيد طيب احساسك بعد تكون رسما واو اعظم شي يعني شوف اللوحة ما القنس طول ما انا اشتغل بيها اتخيل لغطة انه انا متمدد جوية اللوحة جواها واللوحة فوقها كلش ضخمة وما اخذ الصورة بالدرون من فوق واو الخيال فضيع كل ما يومية يومية لمدة سنة لذلك كنت نجحت لانت تتخيل بالضبط يعني انا مدة سنة اشتغل بيها يومية حرفيا انا اتخيل هاي اللقطة يعني انا حتى انا اشتغل لان سنة كاملة الواحد يعيش بيها كل المشاعر يعيش بيها انه يشتغل هو متمرض يشتغل هو يبتشي يشتغل هو فرحان هو عنده طاقة هو ما عنده طاقة لازم يشتغل اذا اراد يسوي الشي ويحققه ما يهتم المشاعر صراحة وهذا الشي هو صحيح ومصحيح صحيح اذا شنة تاني عندي هدف بس مش صحيح اذا انا يستمر بي طول حياتي فمن شنة تقعد اشتغل اتخيل دائما انه انا من راح اكمل الرسمة راح اخذ هاي اللقطة وصدق منكملتها اخذتها هاي اللقطة وهي اكثر اكثر لقطة يعني كصورة انتشرت بالمواقع وغيرها لان هي نفسها اللي نشرها جنس حلو تمام فيعني من اكمل اللوحة لا يبقى تعب لا يبقى شي هي مجرد مدة يضل قاعدة صافا على اللوحة فرحان بالتفاصيل بالضبط طيب شنو التقوصة اللي تسويها قبل ما انت تحاول انه تسويها المسامير شن يا التقوصك يعني بس الخيال نحن نعرف كل زين الخيال لكل شي اخذر طبعا اكو ناص متشائمين فتشوفهم دائما بحياتهم دائما فاشلين يعني يتخيلون الفشل انت تتخيل النجاح غير التقوص شنو عندك مثلا من اريد ارسم لازم يكون اكل يمي التليفوني الثاني فاتح يوتيوب واتابع به مثلا اتابع قصص كتب مثلا صفحة دوبامي كافين انا كلش انصح بها الشباب انه يشوفوها حاليا خاصة الشباب المراهقين لان راح تغير فكرهم راح تغير حياتهم للاحسن لانه بصراحة انا بالالفين وثلاثة وعشرين طول ما انا اشتغل انا استمع القناة دوبامي كافين لان هو يحتي عن كتب يحتيها حتياني ما عندي وقت اقرأ فافتح القناة هاي هو يحتيها بطريقة كلش حلوة مثلا قبل ما اشتغل لازم المكان مو مدعثر يعني عكس الرسامين الرسام اللي هاي اشوفها يحب الدعثر او هاي ثاني لازم مو مدعثر ليش لان عندي خيوط بكرات راح تكون بالقاع فاذا اكو شي راح تشلب بي البكرة وراح تشربك الخيط فالدعثر ما انتي راح تكون بس خيوط حلو زين اغلب الاشخاص الناجحين دائما اشوفهم انه هم قراء الكتب شنو سوت بحياتك شنو غيرت بيك والله هو قلت ليشاني ما عندي وقت انه اقرأ لان اشتغله هواي والوقت اللي يصير عندي احب انطيه للعائلة وللاصدقاء بس انا اشتغل استثمر هذا الوقت انه انني دائما اشتغله بنفس الوقت دائما اسمع كتاب ويغير خاصة الاب الغني والاب الفقير العادات الذرية العادات السبع للناس الاكثر فعالية يعني هذا الكتب عظيمة يعني كلش غيرت من تفكيري غيرت من شخصيتي خلتني انسان افضل طيب وقت فراغ شو تسوي بعد الكتب عندك وقت فراغ اصلا طبعا لازم حتى اذا ما عندي لازم اخلق وقت فراغ لان العقل هميني دي يرتاع يحتاج يرتاع بالضبط فاني قلت ليش وقت الفراغ احب اقضي ويا اهلي ويا اصدقائي اسافر يعني اسافر كلش هو هاي اللي يعني حتى يسموني سندباد حلو هذا اللقب ماشي اولا قلت ليش بالدراجة اسافر هاي يعني انا هسا البارحة قبل ما نام واني افكر بالدراجة حرفيا مشتاقلها لان صار لي فترة ببغداد والدراجة بالرمادي فمشتاقلها كلش يعني ليش مجبت هواياك لان يم الكابتن مالتي قاعد يعدل عليها وهيش فان شاء الله بس راح اروح هاي اللي راح ارجع بيها يعني البغداد طيب رحلتك الجاية وان حتكون والله احتمال للبصرة بالدراجة اكوهيش خطة يعني الفريق طبعا انت يعني بس بداخل العراق صحيح حاليا مسافر داخل العراق فقط عندك فكرة انه تطلع اكيد دراجة اي نعم اكيد بس مو بهاي الدراجة لان اخاف عليها احبها فاخذ دراجة ثانية واسافر بيها ليش تخاف عليها وتحبها كلش احبها يعني هسا لو ينطوني فلوس الدنيا كلها ما بيع ومفكر مستقبلا اعدل عليها مني يكون عندي بيت ان شاء الله راح اعدل عليها وارتبها اكثر وتكون انتيكة لان هي موديل تسعة وثمانين ها يعني هي ما تقدر تتحمل يعني اكثر من لا لا تتمشي تعبر يعني اذا رايح بيها مننا للبصرة ما اقدر اروح بيها يعني مثلا لا تتمشي لان هي بالطريقة احنا نرتاح طيب بس مو بها خطورة لا يعني احنا نمشي على القوانين لابسين سيفتي كامل كسارات على خوذة عليها من نمشي يعني سرة واحد احنا فريق الروح يعني فريق عراق بايكرز احنا فرع لمبار بايكرز من نمشي يعني احنا عدنا قوانين واحد يحجوية ثاني بالاشارات حالو اي يعني وعدنا كابتن يقودنا وعدنا مساعد كابتن اللي ينظم اللي يوخر الناس عنا خاف احد يكسر على الرايد او فتشي اه يعني نوصل دائما بسلامات الحمدلله لان اول شي بتوفيق مننا الله بعدين احنا هماتينا بالتزمين بالقانون والسيفتي طيب من هو اقرب شخص اليك والله هو كل من الى مكانة يعني دا بس اكو شخص يعني دائما يكون لدينا شخص احنا مفضل شوفي من ناحية اصدقائي الفترة هاي هو اكثر شخص آني ادنك ذو وقت واكثر شخص قريب من عندي ويعرف كل شي هو علي عبدالرضا اللي قبل شوية قلت لش هو ايدي اليمين هنا بغداد والعقل المدبر فها يعني شغلنا سوى هو يصور لي هو يمنتج نقعد نتناقش بالافكار مع الرسم وافكار الفيديوهات نتناقش بالشغل بالطلعات نطبات نالونسة هاي يعني اغلب وقتي وعانوية يعني حتى يبات عندي لان انا عايش واحدة بهذا فييجي يمي وهاي يعني اواني اروح يمي ببيتهم فيه شي يعني قاضين حياتنا سوى حاليا هاي الفترة زين رسالة تحب توصلها لكل شاب عنده موهبة بس يتعرض لانتقاداته هواية والله هسا انا اتمنى واحد ينتقدني بصراحة لان الانتقاد حلو انه انا واحد ده ينتقدني ده يقول لي انا اتحداك انه انت تصير مشكلة هاي حلوة يعني بس الشباب يتحسسون من عدها انا بالعكس هذا من ده ينتقدني زيناني ليش ما انتقم منه بالنجاح انجح حتى اقول لها ترى سويت هذا الشي يعني وصلت بالضبط بس ما اقول لي ليها مباشر هو رح يجي يصفق لي هو رح يجي والله انت بطل انت عاشت ايدك وهي صارت ويايا يعني بالبداية كان يحكي تضيع وقتك يمعود ما تقول لي الرسم شو محصل منه وشخص قال لي انت رح يجي يوم تعوف الرسم تجي تشتغل عندي بالمحل موجود زين فهذول الاشخاص هذا تحدي بالعكس حلو حلو انه واحد هي شي يكون عنده ناس ديباع لهم انه آني هذول الاشخاص رازم اسكتهم وراح اسكتهم ان شاء الله فهي شي يعني حلو بالعكس الانتقاد حلو وهم بنفس الوقت ممكنين به على شغلاته وما من تبهلها يصححها صح شكرا جزيلا على وجودك ويانا بهذه الحلقة وعلى النصائح اللي قدمتها للشباب وننتظر اكيد ابداعك وبالتيشورت وغيرها من الامور ان شاء الله وصلنا لنهاية حلقتنا وانتظركم في حلقة جديدة ومعالف سلامة اشتركوا في القناة